موسيقى اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من هنا ليبيا وتتبعون فيها الحرس البلادي يحذر من رمي المخلفات الطبية بالطريق بيان حول خروقات بانتخابات المجالس البلدية بالبيضاء وجهاز مكافحات المخدرات يلقي القبض على تاجر للمخدرات في بنغازي موسيقى حذر جهاز الحرس البلدي في طبرق من رمي الأدوية والمخلفات الطبية على قارعة طريق أو في المكبات دون إعدامها جاء ذلك على خلفية إبلاغ أحد المواطنين عن وجود أدوية منتشرة على الطريق العام لنتابع موسيقى موسيقى تعلق بخطورة الأدوية المباحثة على الطريقة العام أو الأماكن الغير مخصصة بالإكلاف الأدوية فهذا شيء خطير على صحة المواطن وخاصة صحة أبنانا لما يجد الدواء على الطريق فيتر أني عالمي فمعرفش أن هذا الخطورة اللي أدية الأدوية المتالة الصلاحية وخطورتها هي بروعة حد ذاتها لكن نحن كجهاز حرس بلدي فنكون نحن بالمرصاد لأي شخص أنه يسيء لصحة المواطن نحن كجهاز حرس بلدي الحالة هذه تكررت من سنوات طبعا جهاز الحرس البلدي في شعبة السيدليات قايمة بعملها وتكافى في الظاهر هذه والله الحمد يعني ما عندناش الظاهر هذه منتشرة ومستمرين أن أي شركة تقوم بيرامل الأدوية سيتم استدعاءة عن طريق واحدة التحقيق وفي شركة آخر تقوم بعملية الأدوية المتالة الصلاحية والمخلفات الطبية داخل نطاق المدينة وللحديث على عمل الحرس البلدي في طبريق ينضم إلينا مباشرة من هناك مرسلنا محمد شحات محمد أهلا بك صحة وسلامة المواطن أمر مهم وليس من السهل التسيب في هذا الموضوع وضعنا في الجهود التي يقدمها الحرس البلدي في طبريق للحفاظ على الصحة وسلامة المواطن نعم محمد الحرس البلدي هنا في طبريق يصعى بكل جهده للحفاظ على الصحة وسلامة المواطن من خلال تكديف حملات المتابعة على المحال المختلفة والسيدانيات والمخابس وحتى المطاعة وهذه الحملات التي تقوم بها اللجان المشكلة من مدرية الحرس البلدي هنا أولى اهتمامات الحرس البلدي تنصب على العمال الوافدة ومتابعة شهاداتها الصحية بشكل دوري وألية عملها خاصة في الأماكن التي تلامس صحة المواطن كمحلات الخضار والجزارة وكذلك المطاعم أيضا عن حرس البلدي في طبريق يتابع الإجراءات الصحية بشكل كبير جدا خاصة مع استحداث مختبر طبي مرجعي بحيث شهدنا تعاون ملحوظ في الأيام الماضية في هذا الجانب أيضا محمد هناك متابعة كبيرة لما يذبح في الصلخانات العامة من لحوم بالتعاون مع الصحة البيئي كذلك متابعة جودة الفضار وأسعارها محمد يجب أن نقف على دور الحرس البلدي في المحافظة على المظهر الجمالي للمدينة من خلال حملات مختلفة لتنظيم ألية تعليق اللافتات وكذلك إزالة العشوائيات في المدينة خلال الفترة الماضية حقيقة هذه الأعمال التي يقدمها الحرس البلدي هنا في طبرق هي ما نعتبرها الحصم المنيع للمحافظة لربما على سلامة المستهلك بالدرجة الأولى وهناك شواهد عدة لربما على دور الحرس البلدي لعل أبرز هذه الشواهد محمد مشكلة التصمم التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية والتي تسبب فيها أحد المطاعم في المدينة حيث شهدنا كيف تعامل الحرس البلدي مع هذه المشكلة وكيف اتخذ الإجراءات الصارمة حيال ذلك أيضا في مدة قليلة ماضية لربما رأينا كيف تعامل الحرس البلدي مع جلود الأضاحي بتخصيص مكان محدد لها لعدم انتشارها في المدينة وعدم تسبب أيضا أو عدم تسببها بالتلوث محمد ماذا يحتاج الحرس البلدي في طبرق لتقديم أعماله بصورة أكبر مما هو عليه الآن؟ محمد الحرس البلدي كجهة ضطية أو كجهاز ضطي أو كمأمور ضبط قضاء يحتاج لمزيد من الدعم سواء الدعم اللوجستي بالإمكانيات والآليات أو حتى الدعم المعنوي من المواطن في حد ذاته لجعله قادر على تقديم واجبه بشكل أكبر مما هو عليه الآن نعم الحرس البلدي يقدم أشياء كثيرة وكبيرة جدا في هذه الفترة خاصة في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالتطبيق لربما قرارات وزارة الاقتصاد ولكن كل هذه الأمور مع قليل من الدعم اللوجستي وقليل من الدعم المعنوي من المواطن بالدرجة الأولى هنا نتحدث على دعم المواطن لجهاز الحرس البلدي والتبليغ لربما على أي شيء يخالف أو يؤثر على صحة المواطن سيجعل من عمل الحرس البلدي أكثر جدوى وأكثر مجهود مرسلنا في طبرق محمد شحات شكرا جزيلا لك من أجل دعم مشروع توطين العلاج بالداخل نظم مركز الطبي والطوارئ والدعم مؤتمر الطباء والمختصين في طبي وجراحة العظام وجراحة العامة بحضور أكثر من 200 متدرب ومتدربة التفاصيل في التقليد التالي في إطار البرامج المعدة من قبل مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس من أجل توطين العلاج بالداخل عبر استجلاب العناصر الطبية المتخصصة من دول الجوار لإجراء الكشفات والعمليات الجراحية للمواطنين الليبيين ليتحصلوا على فرصة للتدريب حيث نظم المركز برنامجا تدريبي للكوادر الطبية الليبية والذي يصل عددهم إلى 200 متدرب ومتدربة أولا هذا المؤتمر كانت الدورة الأولى للمؤتمر هذا في شهر مارس الماضي كان مدة خمسة أيام ستة أيام بالضبط متتالية كان فيه زوار من الخارج اللي هو دكتور أحمد إنجادا رئيس الأكاديمية للبحث العلمي في أمريكا وكان معها زميلة دكتور من أردن وكان فيه دكتور من فلبين فحضروا في الدورة الماضية حضروا شخصيا هنا في الخندق والآن هذه الدورة التنشيطية لمدة يومين للمؤتمر السابق الدورة التنشيطية هذه الأمانة فيها كوادر وطنية هم اللي يعطوا في المحاضرات وهم اللي يديروا في مراجعات الأطباء يعني أكثر من 200 طبيب من الدورة الماضية أكثر من 200 طبيب مشاجلين في المؤتمر هذا وأكثر من 200 طبيب يقوموا الآن ببحث علمي في مجموعات يعني نقوله مئة بحث يعني استهدف المؤتمر مجموعة من الأطباء والمتخصصين في مجال جراحة العظام والجراحة العامة من أجل الرفع من كفاءة الأطباء واكتساب الخبرات في العديد من مجالات الجراحة بمختلف تخصصاتها ليتمكنوا من تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين في ليبيا دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر للخارج لتلقي العلاج صراحة لقائنا اليوم يتمثل في وجود مجموعة أجلاء من المحاضرين من بوش نذكر أسمائنا الأسماء كثيرة جدا ودكاترة وأطباء وطلبة جامعة ترابلس الهدف من اللقاء هو إيطارة وحب إجراء البحث العلمي فوق هذه الأرض الطيبة وحل مشاكل المجتمع خاصة ما تكون هذه المشاكل لعلاقة بصحة الإنسان وعلوم البيئة هي في كل المجالات صراحة البحث العلمي مهم ولكن لما تكون مهتم بصحة الإنسان لأن هذا الإنسان هو العامل المهم في المجتمع لما ليه من دون فعال في مناء المجتمع فصراحة نبارك هذه الخطوات ونشكر كل من كان سببا في هذه اللقاءات العلمية الطيبة لما لها من أثر طيب على مدى المستقبل القريب والمستقبل البعيد يسعى مركز طبي والدعم في العاصمة طرابولس إلى إقامة البرامج التدريبية بشكل مكثف للعناصر الطبية في مختلف مناطق ليبيا وذلك بمشاركة الأطباء الذين تم استجلابهم من دول الجوار من خلال إلقاء العديد من المحاضرات العلمية النظرية والعملية عزدين أبو العوينة دبلو تيفي طرابولس قم عدد من أهالي وسكان مدينة البيضاء والمناطق المجاورة بإصدار بيان موجه إلى النائب العام من أجل إعادة النظاري في نتائج الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية بخصوص المجلس البلدي حيث وكد البيان على وجود اختراقات وتجاوزات تمس الأمانة الانتخابية لنشاهد ترجمة نانسي قنقر واحد الدخول للناخبين بدون إثبات للهوية اثنين دخول أكثر من شخص في غرفة الاختراع بلياثة حرمات إعداد كبيرة من المواطنين من ممارسة حقهم أربعة مشاركة أعداد كبيرة من خارج الملدية وثم اثبت هذه الحالة خمسة ثم غبط عدة حالات تزوير على المواطنين توفاهم الله عز وجل توفاهم وصدر الدعم المنظومة القامة التخابية ستة ملع المراقبين من ممارسة معاملهم التي حددها وكفلها دعم القانون سبعة وضع أقلاق رصاص من في غرف الاختراع وبالفعل استخدامات القانون سبعة وضع خبالها ثم نقل صندقاء الاختراع بعد إقلاق المراكز وانتهاء العملية الانتخابية إلى جهاز الأمن الداخلي وتم فرزها وهذه مخالفة تسعة فتح المنظومة بعد انتهاء الانتخابات بيومين ووردت مسائل نصفية لكثير من المواطنين لإعلانهم بمراكزهم الانتخابية عشرة بعد أن أغلقت منظومة التسجيل الناخبين وععلنت المفوضية بأن عدد المسجلين في هذه مدينة البيضاء خمسة وعشرين ألف تعلن نفس الشيعة وبعد عدة أيام بأنها وصل عدد المسجلين تسعة وعشرين ألف حيث منها الإعلاميين من حضور عملية الفرز إن كل ما جاء بهذا البيان هو مخالف للمدتين ثلاثة وثلاثين وخمسة وعشرين من القانون الانتخابات فعليه نطالب السيد النائب العام والسيد رئيس الحكومة بإقاب هذه العملية واحتبارها ضرب للديمقراطية ولدينا كل الأدلة والقرائم وفي عالة عدم تنفيذ تنفيذ مطالب الشمهيري المستحق قد ننظر إلى رفع سقف مطالقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود بقوف المشاهدة أهلا بكم من جديد أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي أن أعضاء الجهاز تمكنوا من القبض على شخص بحوزته ستة ألاف قرص من المخدرات والمؤثرات العقلية من نواة رامدول ووضح الجهاز أن المتهمة ألقي القبض عليه في كمين محكم أعد له بعد جمع الاستدالات وفتح محضر إثر التأكد من صحة معلومات وردت إلى الفرع بشأن قيام المعني بالإتجار بالأقراص الطبية المخدرة والمؤثرة عقليا مؤكدا اتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهم واختار النيابة العامة كما جرى في وقت سابق وبعد ورود معلومات من أحد مصادرنا الموثوقة لفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مفادوها أن شخصا من الجنسية الليبية يقوم بالإتجار بالمواد والأقراص المخدرة والمؤثرة عقلية حيث أصدر مدير الفرع تعليماته لأعضاء التحريات بفتح محضر لجمع الاستدلالات وتحري وجمع المعلومات والتأكد من صحة المعلومة وبعد التأكد تم إعداد كمين محكم له وضبطه متلبسا بعملية الاتجار بالمواد نوع حشيش والكمية التي تم ضبطها بحوزته تبلغ خمسة كيلو جرامات من الحشيش وعدده تسعة وعشرين قرصا مخدرا نوع ترامدول وكذلك قنبلة يدوية نوع رمانا هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة حول هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محمد الفيتوري مرحبا بك سيد محمد حدثنا عن هذه العملية تحديدا وقد علمنا عن وجود أنواع أخرى من المخدرات لم تذكر في الأخبار وهي خطيرة جدا وتسبب في فقدان كامل للوعي وتآكل في عقول متعاطية مثل الكوكين بداية أحيي كل بواسل جهاز مكافحة المخدرات في كل مكونات الجهاز شرقا وغربا شمالا وغنوبا على كامل التراب الليبي على الجهود المدونة هذه القضايا اللي حضرتك ذكرتها لفرع بنغازي وضمن مناشط أعضاء التحري بفرع بنغازي وأنا أرجح لهم تحية صحيح تم ضبط عديد الكميات وضبط تم بإجراءات قانونية وبياستدلال ومحاضر اشتباه وتحري وكان وراها جهد وكل لك بالنجاح وقطع الطريق على تسريب كميات من المخدرات وفيه كميات أخرى طبعا فيها فرع طبرق في الأسبوع الماضي تم ضبط سبعة جنطار من مخدر الحشيش بالتعاون معه نكتب جمع الاستدالات بالمنطقة الشرقية معلومات مصدرية مساعدة ووزود مكان للتخزين ووزود تنظيم إجرامي إسرابي لتخزين وترويج المخدرات والعبور بها في مناطق التراب الليبي وتم نصد كمين وتم مدهمة المكان وعثر على سبعة ألاطين من مخدر الحشيش وتم ضبط متهمان في هذه القضية أيضا ضبط 3 كيلو كوكاين في ترابلس لدى وافد أفريقي بوهاجة في الشرعي نصف كيلو طبعا بيور نصف كيلو تم ازحى من أمائه بعملية جراحية تم ضبط أيضا كميات من مخدر الترامدور من اللاركة من نالوت تم ضبط اللاركة عموما الضبطيات مستمرة وهذا يعكس حجم الجهد المبدون من جهاز مكافحة المخدرات عبر كافحة مكوناته ولكن أيضا يعطينا مؤشر خطير بأن هناك هجمة كبيرة جدا من تنظيمات المخدرات وعصاباتها الإجرامية في تدفق المخدرات بشكل كبير على ليبيا وفي أربع قلايا الآن على السواحل الليبية خلال أسبوع الماضي كوكاين وهيروين وكميات كبيرة مش كميات بسيطة أيضا مؤشر خطير على تحول الساحل الليبي والشاطر الليبي إلى مكان لإدخال المخدرات إلى ليبيا ولجلب المخدرات إلى ليبيا وتعارف الشاطر الليبيا 20 كم طيب كيف دخلت هذه المواد الخطيرة إلى الدولة الليبية؟ هل اعترف المتهم عن شركائه؟ يعني الأمر خطير ويهدد المجتمع وبالتأكيد هناك شركاء في العملية هو تنظيمات عصابات المخدرات الجرامية هي تنظيمات عالية للتنظيم وتمتلك من الإمكانيات يعني ما يفوق إمكانيات الدولة مجتمعة حتى بدرجة أن جهاز مكافحة المخدرات لا يمكانياته سفر للأسف الشديد يعني هو يعاني من ضعف الإمكانيات وضعف التجهيزات ويعاني من كثير من المشاكل لكن مع ذلك القائمين الشباب يعملون التنظيمات الإجرامية هي تشتغل بطريقة الخلايا العنقودية يعني مجميع 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 يعني تصل إلى رأس المدبر والي غالبا ما يكون حتى خارج البلاد أحيانا ومتورط مع تنظيمات إجرامية دولية الموضوع مش عصابات محلية فقط عصابات إقليمية ودولية ويتم التعامل معها في الاستدالات والاستجوابات والتحقيقات التي تجرى مع النساءين طبعا بيعترف بس بيعترف عن المجموعة اللي هو يتعامل معها يعني إحنا نتكلم عن المروجين في المراحل المتعنقل في سلسلة انتادات المخدرات هذه لكن في الغالب أهمات دائما فيه كشفات الأسماء وفيه متورطين فيه اعترافات على متورطين فيه كيف تنجاب المخدرات كيف تعبر من ليبيا كيف تدخل لليبيا لكن هكذا كانت متع المخدرات ومفيات المخدرات طبعا دي ما قلت لك يعني يشتغلون بالطريقة هذه طبعا من الصعب أنك انت توصل لرؤوس المخدرات اللي هما يديروا في شبكة المخدرات على المستوى التراب الليبي وعلى المستوى الأقليم وعلى المستوى الدوري لنذهب إلى الجانب القانوني ما هو الحكم على المتهم وماذا عن شركائه في هذه القضية هذا الموضوع طبعا يتوقع القضاء في قانون للمخدرات وعقوبة الجنب مؤبد وإعدام وعقوبة الإجار هذا السلطة التقديية للقاضي في تفريد العقوبة من 5 سنوات إلى 8 سنوات إلى 13 سنة هذا القضاء والقضاء لا يخرج بمدع الكاملية بالنواية الإجرامية لتاجر المخدرات في كل الأحوال في حلقة مفقودة نحن لدينا شيء معلومات الآن يتحولون النيابة والنيابة تحولون من القضاء وهذا موضوع طويل مرات حتى ينحكم بعد سنة مرات ينحكم بعد سنة مرات ينحكم بعد سنة دائرة أو دائرة القضاء ودائرة الاتهام موضوع طويل لكن هو الموضوع الشهور نحن جهاز ضبطي أمني نعم إذن كان معنا المتحدث باسم جهاز مكافحة المخدرات الفرع الرئيسي محمد الفيتوري شكرا جزيلا لك مخبوز بسيط يصنع من الماء والدقيق لكن يختلط بعبق المدينة القديمة وتاريخها ويروي قصة خمسين عام من الأصالة والكفاح من أجل لقمة العيش اختزن الدقيق والماء في ذاكرة عجائز شارع الكنيسة بدلة وجلس شبابها بل وحتى أطفالها ورغم بساطة إلا أنه يحمل ذكر السنين المفعمة بقصص الأزقة والحواري والترابط الجيران في تلك الفترة قصة ألسفنز بدرنا مع مرسلنا إبراهيم غطبان اليوم زيارتنا الوسط مدينة درنا خشينا مع الشارع واسع بالك ووصلنا لعن شارع الكنيسية وتحديداً المحل لبيع نوع من المعجنات الإسفنجية المعروفة محلياً باسم إسفنز واللي لهم أكثر من خمسين سنة في مجال هذا تعالوا نشوف القصة مقيم درنا من 1948 وطبعاً الشغلة غياهي لها قريب خمسين سنة من الوالد الله يرحمه كان بداية كان مسافر طبعاً ملب ندال الحرب في فلسطين مشال فلسطين حارب وبعدها استقار في مدينة درنا وبدأ فيها الشغل وقد أصنع عضيات علمها واستمر فيها فترات وتقالنا الصنع عضيات وتورثنا منها بعد ما توفوا طبعاً ميزة هي سبحان الله زي إنسان لها تاريخ زي في طرابل اسمتها فتحي العشفات هي حاجة خلاص تورثتها واحد لأصبحت زي طابع تاريخ وطابع جزء من حياتك هي مش حكاية حاجة كبيرة لكنيش تم جزء من كانت سعراء بصمة شونه سرر الوان الضبخة بلا سرر بسيط لكن هي النفس كلها انتقالتها من مكان المكان حكينا عن تقول طبعاً انتقالتها كان حتى في بعض الأشخاص في دارنا رخواه في الخمسينات كانت في المدينة القديمة كانت مقابل محلها هي من محل الورد كانت في الحصادي كان مبنى قديم وقبل أن تبنى عمارة الماجر كان مبنى قديم وكان تحته علا كياع كان عالي وقامس فيه وكان تحته زي الكهف كياع يحطه فيه النجار وكان مع الشخص يقال له علي الزاوية وكان فيه يمشي يأخذ الحلويات وبيع فيها ويام رمضان كانت فيه خصيات زي سحلب وجلدين وحاجات خاصة في درنا بيهي مكوناتها شنو؟ عجينة دقيق دقيق وماء أمي لا يوجد حاجة تعلم لكن يكي نروح نتاحها بيهي مشاريع زي هذا المياهي فيه مشروع نهاجح هل هو سيارة تريخية؟ هي طبعا نمعش فيها زي قبل طبعا الأصعار الدنيا الزيق كل شيء غليت لكن حاجة تمت زي جزء منها مصبحت جزء من حياته ويكيها يعني فاطرة معينة والله أعلم بعدين هي عبارة عن سبحان الله يعني تذكرك حتى يجي يتذكر يتذكر طفوله يتذكر ريام زمان وني رأي فيها فيه فيه إنسان ذكريات رأي ماضي اللي ما عنداش ماضي ما عنداش حاضب مصبحت جزء من خمسينات مثل حاجات تنور حاجات ساحلة تزبي درنا قهاوي درنا بياسة مثل واجبة شعبية مثل حاجة لها تراث قديمة حاجة زلابيا تمت لأي بيش حكاية إنها تطورت حلوياتاً وعوش كال لكن إيش زي حاجة زمنية قولها في غرب حاجة زمنية قولها زي البصدي زمنية قديمة حاجة لها لها تراث لها تراث التاريخ إنسان لها زمنية يكون تاريخ في شيء سواء في حلويات أو فيها ناخذ عد سفنز دا سا دا هدية هدية للقناة هدية القناة توضل القناة كلها مالك الله فيك رب يفتح عليك إن شاء الله رب يوفقك الهدية استلمتها بالنيابة عن القناة وكانت بطعم جودة عالية وديما في مشاريع صغيرة رغم بسطتها لكن لها تاريخ ولكها خاصة يحبوها الناس رهيو غبان دابليو تيفي درماء وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة على أمل اللقاء بكم مجدداً تقبلوا تحية أنا محمد نالي دمتم في أمل الله نهاية حلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة